رياح شرقية تزيد من الشعور والبرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع التفاصيل بعد فاصل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعين في الأردن أسعد لوقاتكم بكل خير نهار اليوم سابت أجواء مستقرة ومشمسة في عمو مناطق المملكة كما بدأت تهب على المملكة رياح شرقية جافة تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل ويتوقع أن تستمر هذه الرياح بالهبوب حتى يوم الجمعة على أن تبدأ المملكة تتأثر تدريجيا بأحوال جوية غير مستقرة اعتبارا من يوم الأحد تفاصيل أكثر حول حالة عدم الاستقرار الجوي نستعرضها بهذه الخريطة لتوزيع الأمطار اعتبارا من يوم السبت أي خلال بداية الأسبوع وحتى يوم الأثنين يوم السبت تبقى على الطقس مستقر بشكل عام تبقى الرياح تهب شرقية بشكل عام في عمو مناطق المملكة لكن اعتبارا من يوم الأحد أو خلال ليل السبت على الأحد تقترب كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية من شرق البحر العبد المتوسط تعمل على ثقاتる كميات من الغيوم الماطرة في عمو شرق البحر العبد المتوسط لكن سرعا ما تتحرك هذه الغيوم الماطرة على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة خلال ساعات أو اعتبارا من ساعات مساء يوم الأحد وخلال ساعة ليلة الأحد على الاثنين تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي وتصبح الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في عموم مناطق المملكة سواء الشبالية أو الوسطى الجنوبية وحتى الشرقية نذاب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسود أجواء غالبا غائمة مع ثمان درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة سبع درجات مئوية الرطوبة منخفضة والرياح تكون شرقية معتدلات السرعة بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة عمان ثلاثة ياما قادمة يوم الجمعة دقس مشمس مستقر 15 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغارة 7 درجات مئوية لكن تهب على المملكة الرياح الشرقية تزيد من الشعور بالبرودة يوم السبت 16 إلى 9 درجات مئوية وترتفع يوم الأحد تسجل 17 درجة مئوية على أن تبدأ المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة اعتبارا من ساعات مساء وليل الأحد على الاثنين بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الجمعة نبدأها من المنطقة الشمالية أجواء مستقرة مشمسة مع هبوب للرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة المفرق 17 إلى 8 أربط 17 إلى 11 جرش 17 إلى 10 ونفس الأجواء والحرارات في عجلون المنطقة الوسطى الزرقاء 17 إلى 9 العصمة عمان 15 إلى 7 البقاء 15 إلى 9 مادة 16 إلى 8 والبحر 122 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 15 إلى 9 الطفيلة 13 إلى 8 الشبك 12 إلى 6 معان 17 إلى 6 والعقبة أجواء مشمسة مع 23 إلى 15 درجة مئوية المنطقة الشرقية كرويش 19 إلى 6 الصفاويس 18 إلى 7 ونفس الأجواء والحرارات متوقعة في الأزرق إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة